في عالم الجريمة هناك قصص تتجاوز الخيال نروي لكم اليوم الهروب الأسطورية من سجن الكاتراز أحد أكثر السجون حراسة في التاريف الكاتراز جزيرة في خليج سان فرانسيسكو كانت تضم أخطر المجرمين من بينهم آل كابوني في عام 1962 قرر ثلاثة سجناء فرانكو ليشتنير وبرني كاوثمان وآلان ويست الهروب من هذا السجن المرعب مغامرتهم تطلب تخطيطا دقيقا وشجاعة غير عادية عمل الرجال لعدة أشهر على إعداد خطط محكمة استخدموا أدوات بسيطة مثل الشوكات لحفر ثقوب في جدران زنزاناتهم في ليلة 11 يونيو 1962 انطلقت عملية الهروب تسللوا إلى السطح مستخدمين الواحة خشبية لتغطية آثارهم عند وصولهم إلى الشاطئ واجهوا مياه خليج سان فرانسيسكو المتجمدة لكنهم صنعوا طوافات من البلاستيك والسطرات وتوجهوا نحو الحرية عندما اكتشفت السلطات غياب السجناء بدأت عملية بحث واسع لكن الثلاثة اختبأوا في الفلان واختفوا في المدينة رغم نجاح الهروب لم يعثر على الرجال الثلاثي أبدا مصائرهم تبقى غامضة مما جعل القصة تتردد عبر الأجيال قصة الهروب من الكتراز تجسد الشجاعة والإداع في مواجهة المستحيل هل نجح الرجال في الهروب أم أن النهاية كانت مؤلمة؟ تظل الأسئلة بلا إجابات مما يجعل القصة أكثر إثارة